شكراً بسانت أتسع صباحاً بتوقيت القاهرة أسابيع بتوقيت جرينيتش موجز الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرصة مصر على تعزيز وتدعيم شراكاتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة وتكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعادة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان الذي أكد تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة خاصة في ضوء دور مصر ألهام بقيادة الرئيس السيسي بالشرق الأوسط أوضح متحدث رئاسة أن لقاء تطرق إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية حيث أكد الرئيس السيسي الموقف المصري الثابت المستاند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية أكد رئيس السيسي موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث أشهد رئيس السيسي بتميز علاقات الصداقة بين مصر والبرازيل مؤكدا حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات لسيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية الذي أكد حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر في مجال الرقابة المالية والقانونية ومكافحة الفساد خاصة في ظل أهمية دور الأجهزة المعنية بالبلدين في حماية أموال وممتلكات الدولة يشارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في الاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ المنعقد بالعاصمة الدانيماركية كوبنهاجن يوقد الاجتماع برئاسة مشتركة من مصر بوصفها دولة الرئاسة المقبلة للمؤتمر والمملكة المتحدة دولة الرئاسة الحالية وذلك بمشاركة العديد من وزراء ومسؤولي الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اعتبرت رئيسة المفاضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن روسيا تشكل أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا وعاقب اجتماعها مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قالت المسؤولة الأوروبية أن روسيا هي أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية وتحالفها المثير للقلق مع الصين أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تدمير جسور لمنع تقدم القوات الروسية في منطقة لوهانسك ونشرت وزارة الدفاع صورا التقطت بالأقمار الصناعية تظهر جسرين مدمرين عبر نهر سيفريسكي دونتس بالقرب من قرية بلوهوريفكا انطلقت المرحلة الأولية للانتخابات النيابية اللبنانية بالداخل بتصويت الموظفين المشرفين على المرحلة الرئيسية للانتخابات التي تجرى الأحد المقبل يبلغ عدد الموظفين الذين لهم حق التصويت 15 ألف موظف يأتي ذلك بعد انتهاء تصويت المغتربين اللبنانيين بالخارج في عدد من السفارات أعلن وزير الصحة الفرنسي الغاء إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام اعتبارا من الاثنين المقبل وبرر الوزير الفرنسي القرار بالتراجع الكبير في عدد الإصابات بفارس كورونا في البلاد مؤخرا من ناحية أخرى قال وزير الصحة الفرنسي إن إبراز الشهادة الصحية وارتداء الكمامة في المرافق العامة سيبقى إلزاميا تعاهد رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أوم بتطبيق نظام حجر صحي طارق إلى أقصى درجة للتغلب على فيروس كورونا يأتي ذلك في عقاب تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد ووجه كيم بتشديد المراقبة على الحدود وفرض إجراءات لاحتواء الجائحة داعيا إلى إغلاق المدن والمقاطعات في سائر أنحاء البلاد أصيب أربعون شخصا بجروح نتيجة اشتعال النيران بطائرة تابعة لخطوط طيران صينية لدى إقلاعها من مدينة تشونج تشينج جنوب غربي البلاد يأتي الحدث بعد مرور أقل من شهرين على تحطم طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين توجه انتر ميلا بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم بعد تغلوبه على غريمه يوفينتوس بأربعة أهداف مقابل هدفين انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين مقابل هدفين وفي الشوط الإضافي الأول نجح انتر ميلا في إحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين الثامنة والتسعين والثانية بعد المئة ليتوجب اللقب للمرة الثامنة في تاريخه فيما يظل يوفينتوس أكثر الأندية تتويجا بالبطولة برصيد 14 لقبا يليه روما بتسعة ألقاب نهاية المجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل